صباح الخير صباح الخير بصوا الجمال الحل المهم اطمنوني عليكم لانه انتو بتوحشوني هايبقى يوم ان شاء الله نحسبه ان هو يكون مختلف عن باقي الايام لان كل الايام شبه بعض في الغربة خلينا نبدأ اليوم بتاعنا بس قبل ما نبدأ اليوم بتاعنا بقى ما تنساش الواجب بتاعك ما تنساش التعليق الزريف ما تنساش تعمل لايك للفيديو يلا بينا صباحكم عسل ان شاء الله بصوا المز جميل ازاي هو كده اخدر صح انت بجرد بس ما تروح بالبيت هتلاقي صفر يعني ما يبعدوش ساعتين ثلاثة سبحان الله وصفر وزاي العسل بصوا الشنطة اللامون دي شايفين فيها اربع لمونات حلوة جدا اللامون ده تخين عن اللي هو اللامون اللي موجود عندنا في الدول العربية زي ما قلت لك قبل كده تفتح اللامونة وبي باي كامبورة يعني بصوا حبيبي شايف ده اللي هو الزنجبيل ده بقى انا معرفش ده ايه يعني ده معرفش ده ايه صراحة يعني اللي يعرف يا جماعة يقول لنا ده ايه قل لنا ده ايه خلاص حلو اه ده نوع من انواع اللي هو الزنجبيل ده صور هو الله العظيم يا ابن اللعيبة والله يا جماعة ما اخد بالي طبعا فيه حاجات بقى اللي هو رزماري بيقولوا عليه ومعرفش اكلين الجبل وحاجات كده انت وظروفك دصوا البطيخة جماعة في الشتاء وهي البطيخة صلاة النبي احسن حاجة ملوة يعني اولا البطيخ بغذر هو البطيخ ده نوعه كده ماشي نخش على المانجة المانجة دي لفت من كل هاش يعني يعني مرزق مرزق انت على طول انت مرزق والله الابوكاتو بتاعك ده هبل كان عاملين اه كمين للابوكاتو وهو سرق كيوي كانوا المفروض يعملوا كمين الكيوي بصوا الاناناس انا ناس اه ما شاء الله ومش غالي والله يا جماعة الحاجة هنا مش غالي يا صدقوني والله ده نوع من الكاكة صح كاكة دي ولا بباز حاجة زي كده والله ايه يلا الله يرحم الزمن الجميل بصوا بقى الكوي الكويية الكويية حلو الكويية دي بصوا حجم الكويية دي اه شايف حجم حلو حجم حلو غير الحجم ده الحجم ده بتاع الكوي ده زغانطوتي وده املس تحس ان هو اصلع لكن ده تحس ان هو في شعر كان كمين الكوي كان بشعر ولا من غير شعر صحيح اريدين بقى نسأل في الموضوع ده بص بقى الموز ده ده الموز ده سعره اقل بيحطوه هنا وبيتباع الناس كلها بتاخد منه عادي وفيش اي مشكلة الموز ده بقى ما بيستحملش يعني ده تاخدوه وتاكله النهار فمتاخدش منه كميات لو انت هنا متاخدش كميات خدلك ثلاثة اربعة بتوع اليوم وسلاموا عليكم لكن هتزود بقى كليوات وبتاع انسف وتمنه كان مية تسعة وعشرين اه سنت فخلي بقى لكم الموضوع ده طيب عاوزيني هو شوف الورد بالمرة بقى بصوا جميع انواع الورد تزرعها اه تزرع بتاع بس يتجود الوقت عشان تسعف الحاجات دي لو انت تسبتها بره مغرد ان تقرب بيها بره وتشمي شاتهوى باي باي انتهى الكلام الورد ده بقى دول السنة فاهم؟ دي بصيلات كده ممكن تزرع منها مش بصل بصل لا دي البصلة دي اه بعد كده انطلع وردة فاهم؟ يعني يلا بص التفاح التفاح ابو هي فيها ست وحدات اه تبتاخدها تشتريها على بعضها تطلع كيلو ونص تطلع اتنين كيلو انت ورزق بص انواع كتير من التفاح التفاح الاخدر اللي انت بتستخدمه في الاكل يعني ده يا جماعة بيتبخ الناس في اوروبا بيتبخوا اللي هو التفاح الاخدر دوا بيحطوه على اي حاجة طبيق فاهم؟ بس مش في كل الحاجات بس بيحطوا مشروب معايا ممكن في الكبدة يعني كبدة الدجاج يروحوا مخرطين نص كفاحة خضرة مش ده الاسور ده لا الخضرة ده الاخدر ده ده اللي هو بيعملوا على المشروب مع المشروب مع الكبدة وهكذا الكلام اللي هو النوع ده شايفو؟ مش النوع ده النوع ده مسكر ده مزز بهمت؟ مش اي تفاحة في عين جمل عندهم اهو شايف؟ عين جمل اهو كيز باتنين اورو ونص وربنا يسعد الحال والاحوال بصوا البلح ده بمية تسعة واربعين سنت اهو شايفو؟ حلو والله كويس 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 كمان سوداني اهو السوداني اه بقشو خلينا ناخد واحد من ده ده رخيص مش غالي اه بحب البلح اه انفع في البيت مش اي خاصة بصوا بقى ده كل الحاجات دي اه دي بتاكل بتعمل من سلطات اه النبات ده انا معرفش اه 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 حكايته ايه مع الالمان ولله يا جماعة ما اعرف حكايته ايه يعني ده غير الجرجيل ولكن بيعشقوه اشقي هنا في المانيع مي إتسعة ورشين سنتA تلاقي كتير فيه الجرجيل عندهم الجرجيل دوا تراه بيء باazioni مية تسعة ورشين سنت او هم شايفو؟ كل الحاجات دي بمية تسعة ورشين سنت احنا الحاجات دي غالي يا جماعة عشان احنا في فصل الشتا لو الكلام ده هتلاقيه ارخص من كده بكتير ولكنه غالي عشان احنا في الفصل اللي هو مش موجود فيه اصلا كل ده صوب يا جماعة. كل ده صوب. فهمت يا حبي? دينا ناخد واحدة تانية لان ده اه كويس سعره مئة تسعة واربعين سنت. اه ده كويس مئة وخمسين يعني دول بتلاتة يورو. اه كويس مش بطال. فاهم? اه احسن ما تروح تجيبه من برا تجيبه غالي. فكويس لما تلاقي حاجة رخيصة زي كده. خد منها. انا بالنسبالي يعني بتجيب عشان عشان ايه? عشان انا عاوز اجيب. عشان ليه عندي اسبابي? انت فاهم? بص الطماطم ماشي الله جميل ازاي? شايف? ايه رأيك? في الطماطم. شايف? بصور لك بصور لك. بص عندهم فلفل. اللي هو الحامده منشف. الفلفل ده حلو جدا. بس اه حرابة ولا مش حراء? اه 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 اه. حراء الشرف. ماشي. فده حلو برضو يعني تاخد منه. كويس. حيب هو حلوة. بس غالية بتلاتة. اورو زي ما انت شايف اهو. فاهم? فلا اه ليه يعني? مقبلت. بص طماطم. بص طماطم جميل ازاي? فحفة. فحفة طماطم. حلوة حلوة حلوة. حلوة. الفلفل اهو الناشف اهول انا بقول لك عليه الفلفل ده. بس غالي. تلاتة يورو. ليه يعني? تلاتة يورو كتير. اهو الفلفل. اه شوف عشر واربعة عندهم هون. بص جميل ازاي? حلو حلو جدا. في منه اه منوعين. النوع دوا. والنوع الابيض دوا. والنوع الابيض دوا. في برضو نوعين تقريبا. ولا ما فيوش نوعين. في نوع كبير. ضخم هوا. وفي نوع اه اللي هو الصغير السافرودي ده. فبرحتك. في عيش جراب اللي هو مجفف. ناشف. برضو ده برضو شغال. بس الحاجات دي غالية. غالية دلوقتي. فاهم? بص. انضهم البتنجان. بص البتنجان شكله حلو ازاي? اهو. بكام? بتسعة وتسعين الواحدة. الواحدة بتسعى في اينشتوك. واخد بالك. فاعرف انت? كتير يعني انت. طف ايه الكيلو بكام? يقف الكيلو بكام ده? لو الواحدة. يعني الواحدة هتجلها كام? 300 جرام? يعني الكيلو هيقف مسلا بكلاتة أورو. متير عشان احنا في الشتة. عشان احنا في الشتة. بص النبات ده جماعة ده شبك. شايف? ده شبك بالجزر بتاعه. تخطور? انا معرفش ده يا بالتاكل انا اول مرة اشوفه اصلا. الفجر الاحمر ده. اه بس يا تماعة شايف يعني حاجات حلوة. في بصل هنا هوا. يعني في بصل هنا. بص. الخيار. انت خد لخيارة زي دي تزبط معك الكلام مع حبيتين اه فجر. على حتة بصلايا. على حتة طمطنايا. على حتة ايه? فلفلايا. على حتة اه جرجيرايا او سلطايا من هنا. اللي هو ده النبات دوا. ماشي. او اه جرجير بلاش. يعني عشان بتزعلش. يعني طلبك موجود او خصايا. وتعمل تبقى السلطايا بتاعك. والله يسعدك وبالهنة وتشفى في رمضان. فهمت حبيبي? بص يا حبي. حتة تانية في نفس المكان. احنا لسه مازلنا في نفس السوبر ماركت. بص البطاطس شكلها جميل ازاي. اهي. بكامل كيس. مش كاتبين اهو كيس اهو باتنين يورو وتسعة وتسعين. كل ده الكيس باتنين يورو وتسعة وتسعين. معرفش بقى بتاع التحمير. ولا مش بتاع التحمير. يعني كويس الكيلو بيورو ونص. حلو سعر ومزبوط. يعني ده عرض كويس. مش مش اقدر اشيل صراحة. اه مثلا تخش مثلا على البصل. بص البصل شكله حلو ازاي وجميل وزاي ازاي فيه نوع تاني من البطاطس اهو فيه اه بطاطة غير البطاطس يعني الناس اتفرق بيننا. فيه النوع اللي هو البصل الاحمر ده. البصل الاحمر ده كويس. فيه بصل تاني اه نوع تاني اهو فيнوع ثالث اهو فيه نوع تالت رابع ولي خامس شوف انت هدي نوع ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة. ادي خمسة. خمس انواع من البصل. وانت اختار اللي انت عاوزه واللي انت حابب ان تأكله في بيتك. التوم فيه منه الاخضر واللي هو الناشف ده برضو كزا نوع ده نوع يعني تاخده بالكيل الواحدة كده وبالكيلو شوف انت عاود اكده ايه فيه اللي هو على بعضه ده الكيس ده هتلاقيه في غالبا في حدود الاتنين يورو وده نوع تاني ونوع هو وفيه بصل تاني اهو غير البصل اللي هناك ده يعني البصل اللي هناك الاحمر ده صغير ده كبير ودي في كمان بصل تاني اهو شدة تانية عندهم ما شاء الله حاجات كتير اهو فيه نوع تاني بطاطس اغلى تلاتة اورو اهي ماشي تلاتة اورو بس غالية فيه انواع تاني بصل تاني اهو يعني مهتمين جدا بالبصل ما شاء الله ولكن خلينا ندف الجانب الاخر واوريكم باقي الحاجات بص العلبة دي فيها الجزرة والمعرفش دي جزر ابيض ولا ايه حتة كرافس معرفش ايه يعني علبة كده شربة خضار مسلا جزر الكرافس بتاعهم وهو نشايفو اهو بصوا البانجر ده الاحمر ده ده جاهز تاكل كده على طول يعني اه تقريبا مسلوق ايه تلاتة ربع سلقة ولا نقص سلقة للناس اللي قالت ده يقولوا انا ما بحبوه صراحة بصوا البروكلي ده حلو جدا في السلطة يكون معاها تيجيب يعني ده انا معرفش ده ايه نوعه اه يعني اسمه ايه معرفش والله ولا ده النابتة دي برضو معرفش بانجر تاني نوع تاني عارف انت طول ما انت بتدور في السوبر ماركت بتلاقي حاجات غريبة وعجيبا للناس بقى اللي هم عشاء السبانخ اه اللي هي يعني دي عشق كل البشر السبانخ فبكامي والله هنا انا ما شايف سعرها ممكن تكون الناحة التانية ممكن تكون الناحة التانية بس تلاقيها رخيصة يعني مش موجودة هنا سعرها القصد بصوا يا جماعة الارنبيط يعني كل الخضرة فصل الشتة دوا هم موجودة يعني شايفين ارنبيط عشقي وحبيب قلبي بكمل واحدة بتلاتة اورو كويس والله كويس بس عارف ليه كويس عشان دابلان بص خلاص ده هيترمي ده لو فضلوا اا سايبينه كده ده يوم ولا اتنين لو محدش اشتراه في كميات كتيرة فده هيبوز شايفت دابلان اهو كله دابلان فعشان كده مرخصين في سعره البلاد قروبة برضو ما بيغلبوش يعني يروح مرخص السعر عشان الناس تشيلو ويبقى خلص منه طول ما هو غالي محدش هياخدو فهمت يا حبي بص الكورنب ده نوع من انواع الكورنب فيه الكورنب الاحمر دوا فيه الكورنب الابيض بتاعنا ده دعم المحشي التلاتة يتعملوا محشي التلاتة يتعملوا محشي التلاتة يتعملوا محشي يالله بينا يالله بينا يا شباب يعني نففتوكم ووريتكم اسعار الخضار وشارينا شوات مشتريات واروح على البيت هو ده يومي بعد ما بخلص انجازاتي ومعجزاتي وافشخاناتي صباح الفول نموضان كريم عوز اوزر معاكم بس الدنيا السيوم نشوكم على خير خلي برككم النفسكم معرفة لو قاعد حد بالوقت وما عملتش لايك ما تساش تبقى تعمل لايك 7000 فول